الجمعية العمومية لشركة التعاون للبترول لنا نلقاء مع السيدة المحاسب عادي الفاروق رئيس مجلس الإدارة للحديث عن إنجازات الشركة وعن التطوير في المحرق قدام هو في البداية نعرف شركة التعاون للبترول هي شركة مصرية تأسست سنة 1934 كأول شركة بترول لإنتاج وتسويق المواد البترولية مصرية بنسبة 100% كان يعملها كل الشركات أجنبية وهي أول شركة بترول مصرية 100% تأسست برسمة 934 جنيه النهاردة في 3026 رسمة للشركة 942 مليون جنيه في الحقيقة فترة الأزمات اللي فاتت من سنة 2011 ولما ابتدت الثورة وجدنا أو كل الناس حست إن الشركات اللي قدرت تشيل السوق المصري في الفترة بتاعة الثورة وهي الشركات المصرية اللي هي برسمة المصري 100% فالحقيقة إحنا وجدنا مردود جيد لدى عملائنا ومستهلكينا وفي نفس الوقت ابتدينا تبقى للطفرة اللي موجودة في البلد وتبقى للدعم اللي بناخده من أعلى مستوى قيادي إلى مستوى قيادتنا المهندس طارق وزير البترول والسارة المعدنية والسادة رئيس الهيئة والسادة النواب إن إحنا كشركة لازم نتقدم ولازم نمو فاشتغلنا على نقطة إن إحنا بنحدث من كل النظم بتاعتنا بنحدث من كل أساليبنا في التعامل بنحدث وبندرب موظفينا وعاملينا علشان يداروا يتعاملوا تبقى لأليات السوق فبتدينا نتعامل مع المستهلك تبقى لأليات السوق مش تبقى لأن أنا بتاجر في منتج غير متوفر أصبح المنتج متوفر النهاردة وأصبح التعامل إن المستهلك هيروح لله هيريحه نفسيا والله هتعامل معاه بالأسلوب اللي هيريحه فإحنا قدرنا نغير من مفاهمنا وأساليبنا في التعامل مع العملاء بالإضافة إن إحنا بطينا نتطور من محطاتنا ومستودعاتنا طبعا المحطات اتغيرت خالص شكل المحطات بندرب الموظفين والعاملين بتوعنا إن هم إزاي يتعاملوا مع المستهلك وإطاروا يجذبوا المستهلكين قدرنا نعمل طفرة الحقيقة في المحطات وقدرنا نطور في مستودعاتنا وفي تعاملنا مع العملاء قدرنا نطور في عبواتنا بالنسبة لمنتج الزيوت يعتبر مهم جدا طورنا في منتج الزيوت إحنا أول شركة في مصر تستخدم وردة حكمة جديدة لا يمكن إن المنتج بتاعنا يتضرب أو يكون مخشوش فإحنا أول شركة طورنا في نوع العبوة نفسها فقدرنا إن إحنا نطور من عبوات الزيوت بتاعنا وده عامل مردود كويس جدا في السوق وابتدينا شغالين عليه قدرنا إن إحنا نطور من أسطول النقل البحري بتاعنا لإحنا إحدى الشركات الرائدة في مجال تموين السفن قدرنا نستحوز السنة دي على 56% من السوق المصري في تموين السفن رغم وجود أزمة الكورونا قدرنا نحقق أرباح كويسة من نشاطين نشاط تموين السفن ونشاط الزيوت قدرنا إن إحنا نحافظ على حصتنا في السوق العام من المواد البترولية بل نقدر نقول إن إحنا حصتنا بالنسبة زادت بالنسبة يعني السوق لو نقص بـ 15% إحنا نقصنا 12% يده يدل إن إحنا خدنا حوالي 3% من حصش الشركات الأخرى إحنا استحوزنا عليها في السوق سابتك بتعتمد عن منتجات خلالة كل منتج محلي لا إحنا كل إنتاجنا محلي الاستيراد بالنسبة للخامات أو الإضافات بتاعة الزيت اللي هي مستوردة ولكن منتجاتنا كلها إنتاج محلي إحنا حالياً يعني عندنا ريادة في الزيوت بتاعة العربيات في الزيوت الصناعية في الزيوت الحركة والتروس والهيدروليك وعندنا مصانع للمنظفات والمطاهرات المنزلية إحنا من كبرى من أوائل الشركات في أزمة كورونا اللي أنتكد الجيل المعقم اللي هو أعتقد إنه هو كان عامل مردود كويس لدى المستهلك ويمكن إحنا قدرنا إن إحنا نغطي جزء كبير من احتياجات قطاع البترول واحتياجات المجتمع ككل في موضوع المطاهرات والمنظفات إذا حضرت الشركة التعاونية أو المحاسب عادي التروس بيتموح أن يكون في المستقبل يوصلين من الشركة والله أنا أأمل في المستقبل إن حستنا السوقية تزيد إن إحنا نبتدي لإن إحنا شركة مصرية خالصة فكل القيمة المضافة بتاعتنا بتدور داخل السوق المصري فنأمل إن إحنا نستحوذ على ثقة المستهلكين بحيث نجذب المستهلكين لنا أكتر تزيد حستنا في السوق العام وبالتالي ربحيتنا وقيمتنا المضافة بتبقى ضافة للاقتصاد المصري إنها بتدور داخل الاقتصاد المصري إنما المستثمر الأجنبي فلوسه وربحيته بيأخذها بيحاولها على بلده هنا فده اللي إحنا بنأمله في المستقبل ده أساس في شغلنا كان في الفترة اللي فاتت لإن أنا بتعامل في سوق مفتوح فما فيش عميل هيجي يتعامل مع موظف يقول له فوت علي بكرة أو لا بعد شوية فالأساس اللي بيشتغل لازم يكون بيتعامل مع العميل يعني أساس يعني زي ما بيقوله العميل دايما على حق فلازم إن أنا كل اللي طلوب العميل أنا أوفره له وإلا هيسيبني وهيروح لشركة تانية وخاصة إن المنتج متوافر يعني لما كان المنتج فيه نقص في المنتج كان سهل جدا إن أنا أقول أنا متحكم ولكن النهاردة طالما المنتج متوافر هيسيبني يروح لشركة تانية فده أساس إن أنا أثقف العامل بتاعي وإن أنا أغير من الثقافة بتاعته وغير من مفاهيمه وإدي له أليات السوق اللي يقدر أتعامل بيها مع العملة الشركة حدث برط محطاتها قادمة إن هتزود عدد محطات البنزين في التابعة لجماعيات العاملية ده بالتأكيد مع الأخذ في الاعتبار إن محطة البنزين ما محطة ما بقتش محطة تموين وخدمة دي بقت مجتمع متكامل إن الناس بتنزل تقضي وقتها فيه فإحنا أهدفنا في المرحلة الجانية إحنا نطور المحطات اللي موجودة عشان تخدم الأهداف الجديدة اللي بقتل فيها محطات البنزين بالإضافة إن إحنا بناخد محطات بنحاول إن إحنا نشوف الجهات الحكومية وجهات قطاع الأعمال العام اللي عندها أراضي ممكن نستغلها ناخدها بحق استغلال لإن قيمة الأراضي عالية قوي فبنحاول ناخدها كحق استغلال لفترات طويلة نستثمر فيها ونجذب مستثمرين معنا برضو عشان خاطر نخدم المستهلك المصري والمجتمع المصري هو أنا واجه كلمة الأول لمستهلك المصري أقوله إن الشركات المصريية بخير وإن شركات التموين والخبمة بالذات الشركتين قطاع أو شركات القطاع العام هي شركات مصرية خالصة 100% هي اللي بتمتلك الجزء الأكبر من المستودعات على مستوى الجمهورية كافة الشركات الاستثمارية اللي موجودة في السوق بتاخد المنتج من عندنا وهي بيبقى عندها أماكن حجمها ليل جداً فيها مستودعات بناخد إحنا ساعات من عندها ولكن المنتج اللي طالع لأن فيه نغمة بتبقى ماشية في السوق بتقول إن ده شركة كذا وده شركة كذا ده بنزين كذا وده بنزين كذا أنا أقولهم إن البنزين كله منتخذ من محبس واحد فلازم يبقى هو الفرق النهاردة هو الخدمة الفرق الخدمة مش الفرق في نوع المنتج أما بالنسبة للعاملين اللي في شركتي وزمائلي وإخواتي يعني بقولهم إحنا عندنا السوقة جمدة جداً في شركتنا عندنا طموح عندنا فخر بإن إحنا نبقى أول شركة وطنية وإن إحنا النهاردة داخلين على 87 أو 88 سنة في السوق المصري بنتطور وبنتقدم وبنحق أهدافنا وبنحق أهداف عملائنا ومستهلكين فأقول لهم كنوا فخرين بشركتكم تعاملوا مع شركتكم على إنها من كبرى الشركات العالمية مش الشركات المصرية خلي عندكم طموح عشان توصلوا اللي أنتوا عايزين ربنا خليك ربنا خليك وإحنا بنقول إن مصر كلها في تقدم تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واختع البترول بالذات في ظل وجود المهندس طارق الملة أعتقد أن حجم الإنجاز الناس كلها حس بيه مشكورة كفا شكرا جدا عبدالله اللعافظة أهلا ومرحبا بكم أعزائينا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مصر المستقبل مصر المستقبل مش مجرد اسم برنامج لكن هو أمل كل مواطن بيحب البلد أمل كل مواطن عايز بلده تكون أجمل بلد في الدنيا أمل كل مواطن بيحارب الفساد أمل كل مواطن بيحارب كل المخربين وكل من يريده هدم الوطن وإن شاء الله مستقبل مصر باهر بشعبها ونسهل مخلصين بقيادتها وبقيادتها السياسية طبعا فخامة الرئيس عبدالفتاح السياسي نبدأ حلقة اليوم وبنرحب بضفتنا الدكتورة مي بدوي برحب بحاجة الدكتورة شكرا جديلا أهلا وسهلا بحضرتك وأحيي حضرتك على المقدمة الرائعة اللي فعلا لمست القلوب ولمست العقول بالكلام الوطني والغاية في الانتماء وغاية حب البلد ويريد كلنا نبقى معا من أجل مستقبل أفضل لبلدنا ووطننا العزيز مصر بإذن الله بإذن الله لو كلنا اتحادنا ومدام الهدف واحد هنقدر نرتقي وتبقى مصر قد الدنيا وأجمل بلد في الدنيا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وبينا كلنا وبمجهوداتنا جميعا إن شاء الله دلوقتي مثلا قبل الحلقة كان معنا تقرير من المحاسب عادل فاروق رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول شركة التعاون للبترول دي أعطى الشركة الوطنية أول شركة بترول وطنية في مصر تمام بيكلم عن إنجازات بيكلم عن تطوير تمام بيكلم إحنا محتاجين القيادات المبدعة تمام مبدعة ومحاول رئيسية لازم إن إحنا نتطرق إليها لأن في فرق كبير بين القائد المبدع ورئيس الحي المبدع والقائد التقليدي اللي هو مجرد فقط مدير موظف مدير نقدر نقول عليه مدير لأن في فرق شي سعمى بين القائد والمدير جميل القائد بصفته إن هو بيصير الدافعية والحماس ومؤمن بالهدف اللي عايز يحققه جميل القائد بيقنع اللي حواليه بمدى أهمية الهدف اللي عايز يوصل له جميل القائد بيدور على الطرق الإبداعية اللي تحفز وتحمس كل المرؤوسين إن هم يشتغلوا معا يدا واحدة على قلب رجل واحد في تحقيق الهدف زي ما هو عاوز بكفاءة وجودة وفعالية وليس تحقيق الهدف فقط المدير كل اللي يهمه إنه يحقق الهدف وشكرا علشان يبين قدام رؤساءه تمام يا فندم ما هو إحنا مشكلتنا اللي نفسينا نقضي عليها حاضر يا فندم وتمام يا فندم وفعل ما فيش وفعل ما فيش إحنا دي اللي نفسينا نقدع عليها لكن النهاردة إحنا محتاجين بالفعل القائد المبدع ومحتاجين قصة المدير دي بقى اللي هي التقليد بتاع زمان اللي هو الموظف اللي خرج من بيته رايح يقدى عمله سبع ساعات ويرجع يتغدى وينف ببيته مومش بنوعه أي حاجة ده إحنا عايزين نتخلص منه كزا دي النهاردة القائد أو نقول القيادة الحقيقية في الإبداع إنه هو أولا قبل بيكون مثل الموظفين إيه رأي حداتك؟ في البداية لازم يكون مثل أعلى أمام نفسه جميل يعني إيه؟ يعني هو بيشوف مواطن القوة ومواطن الضعف وبيشتغل عليها لتطوير نفسه جميل من خلالها لما بيبدأ يطور ذاته ونفسه ويطور إمكانياته ومهاراته القيادية والإدارية اللي بتمكنه من قيادة الشخصية الذاتية الخاصة به بالشكل اللي حق فيها نجاح من هنا بيبدأ يروض الآخرين جميل ويبدأ يشتغل عليهم في إن هم يحققوا الهدف بالشكل اللي يرتضيه والطريقة اللي تم التخطيط لها بشكل مسبق جميل دي حاجة الحاجة التانية أنا لازم أحط في دماغي رؤية ورسالة القائد المبدع دايما عنده رؤية ورسالة وأهداف وعنده رسالة سامية بيسعى لتحقيقها سواء موجود في حي إدارة باب الشعرية حي الشعرية حي عبدين حي سيدة زينب مهما اختلف المكان رؤيته وحدة جميل وهي البناء والتعمير جميل البناء والتعمير مش بشكل تقليدي إنه يترك بصمة الأجيال الأخرى تتكلم عنها جميل والبصمة دي تكون قدوة لغيره بحيث إن المدير القائد اللي ييجي بعده أو رئيس الحي اللي قادم بعده بيبقى بالنسبة له آه يعني الله ينسيب الخير جميل عمل إنجازات عايز يكمل على نفس المستوى مش عايز يبقى أقل وممكن يبقى فيه قدرة تنافسية يعمل أفضل فحاول يبدع عشان يضيف حاجة جديدة بالزبط عشان ما يبقاش أقل من اللي قابله من ما سابقه وطبعا إحنا حديقة لما بنتكلم عن رئيس الحي احنا بنتكلم رئيس الحي مش كالرئيس الحي احنا بنتكلم عليه كنموذج يعني اللي احنا بنقصده برئيس الحي هو بنقصده بالمحافظ هو بنقصده بمدير المدرية احنا بنقصده برئيس الحي كنموذج ليه رئيس الحي هو بيعتبر اكبر قيادة تنفيذية في الحي بتاعه هو بيشرف على كل الادارات كل الادارات تحت قيادته المفروض رئيس جمهورية رئيس جمهورية الحي بتاعه يعني هو الاسم تحت اشرافه ادارة التعليمية تحت اشرافه ادارة الصحية تحت اشرافه ادارة الطب البيتر تحت اشرافه التموين تحت اشرافه فالنهاردة احنا خدنا رئيس الحي كنموذج انما النموذج لما هيجي يكبر بعد محافظ وهكذا احنا بنتكلم عن نموذج مش نقص ما بنقصرش رئيس الحي كرئيس الحي بشخصه او رئيس الحي خدناه كنموذج يعني هممكن نقوله ايه المحافظ او هكذا او مدير مدرية ما ده كلها نمازك لكن احنا برضو بنواجه مشكلة يا دكتورة في حاجة النهاردة لما يبقى عندي موظفين مبدعين وأصحاب فكر وبيبقى القيادة اللي بتقودهم قيادة تقليدية بيحربوا الموظفين دي وديك طبعا من ضمن الكوارس اللي موجود عندنا لان احنا عندنا حقيقي شباب مبدع وأصحاب فكر مستنير ولهم أفكار ولو نفزت احنا كدولة نفسنا كلنا هنتقل لبرحات تالية فعلا ومن هذا المنطلق أنا بأوجه ندائي بكل الحماس وبكل الانتماء وحب الوطن الشباب اللي بيتمتع بهذه الصفة كويس لم تستسلم ولن تستسلم حاول أخرج فكر خارج الصندوق جميل لو انت فعلا مؤمن بذاتك مؤمن بأن انت عندك أفكار إبداعية لازم تحققها بكل ما تملك من إرادة وعزيمة وإسرار هتشق الصعب لأكيد عشان تحققها حتى لو كان في قائد تقليدي ليه؟ أنا مؤمن بفكرتي جميل هارد فكرتي على أكثر نطاق أنا دلوقتي عند يعني ساكنة في عين شام جميل عندي أفكار إبداعية كويسة طيب رئيس الحي هتجه ليه بالأفكار كويسة هقول له أنا عندي حلول إبداعية للمشاكل واحد اتنين تلاتة أربعة جميل طبعا حلول الإبداعية لازم تكون تعتمد على منهجية علمية طبعا ما يفعش أن هي تعتمد على عشوائية أو فوضائية صحي دي نمبر ون رقم واحد كويسة رقم اتنين لازم أكون معامل خطة تنفيذية الخطة التنفيذية دي بتتناول أهداف قريبة المدى وأهداف متوسطة المدى وأهداف بعيدة المدى جميل طول ما نعامل خطة وعامل منهجية علمية ومرجعية علمية وعامل رؤية ورسالة ومحددها ولازم الأهداف عندي تكون قابلة للتحقيق ما ينفعش أنا أحط هدف في الخيال لأن أنا لو حطيت هدف في الخيال يبقى أنا بحكم على الرؤية والرسالة أن هي يعني جزء كبير منها ما يتمش تحققه وأن أنا بقول برجع بعد كده الفشل عناصر الفشل لكلة الإمكانيات لكلة الخبرة طيب ما هنا من الأول لو كان فيه تخطيط جيد هحط في اعتباراتي كل عناصر القوة وكل عناصر الدعف وهبدأ أشتغل عليها بشكل تكاملي جميل يحقق لي التنمية المستدامة كلنا بنتكلم عن التنمية المستدامة لكن مش كلنا نعرف يعني إيه تنمية مستدامة دي حقيقة تنمية مستدامة يعني أنا أحقق تطور في جهة اقتصادية أو في جهة سياسية أو في جهة اجتماعية بشكل متتابع ومستمر جميل بشكل دائم التحفيز بشكل دائم التطور بعمل حاجة اسمها إعدادات تقارير بشوف مدى التحسن مدى التحسن في الأداء مدى التطور في الأداء أنا كنت فين في السابق وحاليا فين وبكرة عايزة بقى فين جميل طيب وهل أنا يعني لما كنت فين في السابق وحاليا أصبحت في مكان آخر هل أنا الخطة اللي أنا وضعتها فعلا تم تنفذها كاملة ولا فيه عناصر تم إخفاقها أو عناصر تم تناسيها جميل أنا لازم برضو يعني ما أخفلش أراجع عن كلام سليم تمام فالقائد المبدع ورئيس الحي المبدع من الآخر لو فكر بشكل منهجي بشكل علمي وشجع كل الموظفين اللي موجودين عنده وكل الناس اللي موجودين عنده في الحي سواء من الشرط يكون موظف على فكرة ممكن يكون في مجال التربية والتعليم جميل ممكن يكون في مجال الفياسة وتحت إشرافه وتحت قياته تمام ممكن يكون في مجال الصحة صح ممكن يكون في مجال المرافق جميل لو أنا دورت بشكل تنقيبي دقيق على كل العناصر المبدعة جميل هتكون وحدة متكاملة من خلالها هيبقى فيه قوة اتحادية للبناء والتعمير بشكل على أرض الواقع الميداني جميل هو حدركة نبلاتي يعني أثارتي جزئية مهمة جداً مبتولي أنا من سكان عن شمس حي عن شمس من الأحياء اللي هو بيعتبر أصغر حي كمساحة على مستوى القيارة تمام ساحته 8 كيلو متر تعالى وأكبر كسافة سكانية على مستوى الجمهورية إن عدد سكانه اقترب من الـ 2 مليون 8 كيلو متر فيها ماكره من 2 مليون تمام وطبعاً فيه حلقات كتيرة جداً كان فيه هجوم على الحي وعلى قيادات الحي تمام وطبعاً قيادة الحي تغيرت الفترة اللي فاتت فعلاً رأيي ساتك إيه في الأداء بتاع رئيس الحي الجديد اللي هو ماهر يعني وفقاً للمنهجية العلمية عيفاً والتقييم الفعلاً العلمي وليس التقييم الحيادي ولكنه تقييم موضوعي بالدرجة الأولى أولاً المباني اللي كانت مخالفة طب قبل ما نتكلم عن المباني المخالفة معانا الأستاذ فريد شوئي مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالشمس برحب بك يا أسفريد إزاك أسفريد وزي حضرتك أهلاً بحضرتك أسفريد أهلاً بحضرتك فانا أهلاً أهلاً أخليك يا فانا أهلاً أخليك حضرتك أهلاً خلال الأيام السابقة كنت نزلت منشور تحزيري على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إيه سبب المنشور اللي نزلته حضرتك؟ المنشور ده كان يخص يا أستاذ أشرف كان يخص الناس أهلينا الناس الغلابة في المنطقة عن الشمس وعلى عموم كل المحافظات في جمالية مسارة العربية ايه فاناً المسيادة كل كل الخدمات التي تقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والمدريات التابعة لها والإدارات التابعة لها والوحدات الاجتماعية تقدم بالمجان في حالة الاستحقاق جميل ثم ظاهر بعد ذلك من أكثر من عميل النجون الإدارة وقالوا في ناس جملينا باسم الشؤول الاجتماعية ومعامل لهم فيز ومعاشات والكلام ده كله والناس ونصابين المحتلين وأنا أسميهم كده بنفس اللقب فراحة يا أستاذ عشر لكن مفيش ربز يطلق عليهم غير كده متكلام سريم ونصابين المحتلين باسم الشؤول الاجتماعية وبيأخذ فلوس من الناس الغلابة فأنا بطمن أهلين وبطمن الناس كلها في حالة هدوث ذلك وهدوث أي شخص إلى منازلكم في مكان إقامتكم ويطلب منكم فلوس أو مبالغ نخضية في نظيف تقديم الخدمة من الإدارة الاجتماعية أو الوحدة الاجتماعية يتم القضى حالا على هذا المحتال سواء كان راجل أو سيد ويتم استباع الشرطة له وتحرير معظر الشرطة في تقومة النظب والاحتياج جميل جدا جدا وقال سيادتك أخترت قسم الشرطة بأن شمس أعملنا مذكرة يا فنديم وأعملنا مذكرة ده أول حاجة كانت حاجة أنا ننزلت على الصفحة بتاعتي كانت حاجة ننزلت على الصفحة بتاعتي الإدارة إدارة عن شمس للتضام الاجتماعي رابع حاجة كلفت الجماعيات الأهلية اللي موجودة في مطلقة عن شمس بالنشر الدور الوقت التوعوي لأهلية الغلابة دور يعني أنا عملت كل ما في جهدي واسطاقتي غير كده أنا طبعت منشورات وانزعتها على كل الوحدات بالسابعة للخمس وحدات التابعين لنا في عن شمس وفي الإدارة بعد منشور بهذا المضموني والشوز عشر حضرتك طبعا معروف عنك أنت من القيادات المحترمة النشيطة اللي متواجد في كل مكان وده يعني لحظناه وشفناه ومتابعينه جدا ناس فريد ربنا يبارك في عمرك ويعني احنا خدمين لأهلنا احنا خدمين على الشغلانة دي عشر صدقني صح اسأل علينا أهلنا الناس اللي هم الأولى بالرعاية هم دول هدفي والهدف العم بالنسباني جميل انا باعتبر رسالة وليس وظيفة دلوقتي حرك برضو بالنسبة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية طبعا حضرتك النهاردة في 11 بند جديد في اللايحة التنفيذية اللي هتبدأ تفعل قريبا بحظر الجمعيات بالعمل السياسي او بالانتخابات طبعا منها في موسم الانتخابات وطبعا جمعيات كتير بتفتح أبوابها للمرشحين للاستفادة المادية منهم ايه سيادتك رسالة اللي ممكن توجهها للجمعيات الرسالة يا أستاذ عشر احنا عندنا الخانون 149 لسنة 2019 وننتظر خريبا ان شاء الله صدور الاحتم في ده بتاعته مادة 15 في هذا الخانون بتولي المادة دي يا أستاذ عشر يحظر على الجمعيات الخام بالآكل ومعارسة العنشطة المختلفة لأغراض الجمعيات التي تم الاختار بها جميل رقم اتنين ممارسة العنشطة الفياسية او الحزبية او النقابية وفقا للخوانين المنظمة لها او استخدام مخاطرات الجمعية بذلك جميل ثلاث واضح وطريع ولا يحتاج لتأويل او تفسير جميل واحنا نبقنا على كل الجمعيات عندنا في الجمعيات عندنا في عام شامس الحمد اللي عاملين جروب تابعة لدارة ده وسيلة الاتصال مع بعبينا لو عنا عايزين نبلغ عاجة سريعا جميل الحمدلله يعني يعني يحظر النسبة المتصرين في عشر عشر اعراءة ثانية لسياسة يحظر على الجمعية القيام بالآكل ومبارسة العنشطة السياسية او الحزبية او النقابية وفقا للخوانين المنظمة لا او استخدام مخاررات الجمعية بذلك يعني ممنوعا منعا بدا اشتراك الجمعية بالعمل السياسي جميل او اي مرشع يعمل مؤتمر جمعير داخل الجمعية او انت حدث باسم الجمعية جميل جدا جدا الخانون واضح وصريح في هذا المضمون يعني ما هو واضح وصريح لكن كان فيه فوضى في الفترة اللي فاتت من الجمعيات والمؤسسات فيه ان هم كان بيشتغلوا سياسة اكتر ما بيشتغلوا عمال خيارية للأسف وكان فيه خلط ما بين المهام وكان فيه اه طبعا ده خلاص ده موضوع عادة ومش نتكلم فيه لانه حصل لكن احنا نتكلم على الجديد هل النهاردة لو وصل لسيادتك اختار باي طريقة ان كانت ان فيه جمعية مستضيفة مرشحين او بتعمل بالسياسة ايه الاجراء اللي ممكن ستكتون بيه؟ عندنا الاجراء اللي هو سمعنا نديل خانوني والسيادة عشر فالخانون سمعنا ان سمع للجاهة الادارية سمع للجاهة الادارية ان هي تاخد فصل حاد وسريع في هذا الشعب جميل واحنا نبهني يا فندم على كل الجمعيات بشكل وزدي وبشكل رسمي في هذا المضمون والحمد لله انا عندنا جمعيات بشغل كل الجمعيات جمعيات كثيرة جدا شغالين في كل حاجة معنا احنا نسل الحمد لله لأزواء الباب كنا في مبادرة مع سيادة المحافظ فانتريزن لمبادرة حياة كريمة التي ينادي ده في خامس الرئيس عبدالبتاع السيسي جايفا وكانت على مستوق خمسنش الادارة في الفاهرة لجاهزنا كل ادارة ثلاث عرايز احنا الادارة عندنا فعل شامس الحمد لله جاهزنا ثلاث عرايز وشامس المؤسسات والجمعات الهانية كل عروشة ليها غسالة وتلاجة وبتجاج واختيار العرايز كانت تحت الإشراف الشخصية جميل جدا من يتيمات الابولوم الحمد لله ان شغلينوا كل المبادرات ان شاء الله في مبادرة جميلة جدا ان شاء الله مبادرة جدا حالان دلوقتي على مباشرة نعم نعم المبادرة بتاعت المدارس ان شاء الله ان شاء الله لكل اغلب الايتام عندنا فترة ان شاء الله ايو ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله انا بركز على حاجة النعمة ممنوع ايو تصوير اطسور معي حضرتك اطسور مع الحاجة وده طبعا ده حاجة جميلة جدا لان انا براعي شعور اللي هياخد الحاجة وده شيء جميل جدا جدا كلنا بنحبزه ونقيده ومن هذا المنطلق تميننا حدا احنا بنشكر حداك يا أستاذ فريد على هذه المداخلة وشكرا أستاذ فريد شاوئي مدير إدارة الشيئة الاجتماعية بعين شمس نشكر حداك فندا طبعا الأستاذ فريد طبعا القدوء على أشياء مهمة جدا جدا تمام انا حطيت عليها بوينت رئيسية اه يعني أولا ان هو بينزل على أرض الواقع وبيشوف ايه ما تم تنفيذه تنفيذه وما تم تنفيذه بيتم تقييمه هل هو جيد أم سيء أم سيء جميل لو هو سيء بيبدأ يتخذ الإجراءات القانونية جميل وليست الإجراءات العشوائية العشوائية بيبدأ يوجه رسائل متعددة من خلال وسائل متعددة سواء الإعلام أو المخاطبة الرسمية اللي هي المخاطبات الرسمية كمان ما أغفلش الدور المخاطبة الودية جميل يعني القائد المبدع لازم يكون فيه حوار زي ما بيطب القانون بينظر للوحة القانون تمام وبيكون إنسان في البداية بيبدأ بصفة الحوار الأخوي الحوار الإنساني ما بينه وما بين أعضاء ورؤساء الجماعيات الأخرى جميل بيبدأ يقول لهم ويشرح لهم ووضح لهم وده في حد ذاته هو طبق كل أنواع الرقابة جميل سواء الرقابة الذاتية الرسمية النشر عن طريق الميديا النشر بشكل رسمي فهو اتخذ كافة الوسائل للتحذير جميل ليه عمل كده بحيث إن اللي هيتم اختراقه لهذه القوانين بعد كده بيتم محاسبته بدون تبقى للقانون بالزبط تبقى للقانون بيتم إرغاء الترخيص متع الجماعي آه بالزبط وفي نفس الوقت أنا يعني اتخذت كل الإجراءات واتخذت كل السبل والوسائل إن أنا عملت حاجة اسمها حملة طوعوية هو طبعاً لأنه طبعاً ده كان بيحصل الأول وكان مسموح به فكان هو طبعاً لما وكان تيخلط ما بين المهام أوجه الجمعيات وأخطر الجمعيات وتكلم معهم هو اللي كانت أبهم لأنه الكلام ده كان بيحصل كان طبيعي الأول وسانياً برضو نرجع لجمعيات أن شمس بجد يعني كان فيه مجموعة من الجمعيات قامت بدور جميل جداً كان ملحمة تمام فيه أزمة كورونا بالزات وفترة رمضان لحد الفترة اللي احنا فيها دي والناس دي بتقوم بأدوار جميلة جداً وهو ده دور المجتمع المدني ولو ما كانش ده يعني دور المجتمع المدني بأبناء الحي اللي هم بيمتازوا بصفة حب الحي وعايزين فعلاً يعملوا خير لبعض وعايزين يخدموا بعض الوجه الليه بدون بقى أي انتماءات حزبية أو مناصب قيادية أو يعني أنا في غردي إن أنا عاوزة أوصل لمكان ما أو وظيفة ما في الأول وفي الآخر ده ابن حتتي ودي بنت حتتي ولازم إن أنا أخاف عليه أنا لقيته النهاردة تعبين لازم أوده أسأل عليه أتابعه لا إمتل حتى جمعيتي عندنا كلها نمط مختلف دكتور يعني عندنا مثلاً في جمعية مش قامت بالضرع على مستوى عن شمس لا ده بدأ تسافل المحافظات وتقدم مساعدات على خط الصعيد وخط الوجه البحري يعني جمعية القبطان وقال الخير قامت بالضرع جميل جداً جداً مؤسسة حمد أصوان الخيرية مؤسسة كانت لا تتلقى تبرعات وكان بيصرف على المؤسسة بالكامل من جبل خاص فإحنا النوقات دي بنوجي لها كل الشكر والتأدير ونموذج مشرف وياريتها تكون قدوة لغيرها قدوة إيجابية لغيرها يعني الآخرين يقتدوا بيها وتبقى قدوة تنفسية في الخير مؤسسة حضرتك إحنا النهاردة لو المجتمع المدني أم بدوره فعلياً فعلاً هيخف عبء كبير جداً جداً عن الدولة وهيخف عبء كبير كمان حضرتك بالدرجة لقول على رئيس الحي ليه بقى؟ ما هو رئيس الحي في حي أحد ممثلي القيادات في الدولة أوه مواصل الدولة كلها؟ وفي نفس الوقت يعني رئيس الحي أنا ما ينفعش يعني أسقله بالعديد والكثير من المهام ويشتغل لوحده ما ينفعش إحنا كلنا مع بعض ملحمة وسيمفونية واحدة إن إحنا نشتغل علشان نطور حي عن شامل بس هو نشتغل بدون ما نتعارض مع الخطط بتاعته بدون ما نرهقه نشتغل في شكل تكاملي تفاعلي آه يعني أنا النهاردة المجتمع المدني له دور تمام والقيادة التنفيذية أو المسؤولي التنفيذي له دور تمام أنا كمجتمع مدني لا أتدخل في خطته بالضبط اللي هو بيقوم بها تمام هو فقط إحنا بنشتغل وفقاً لهدف واحد واحد مشترك جميل ولكن ما ينفعش إن أنا يعني الجهة التنفيذية تتدخل في الجهة السياسية تتدخل في الجهة الاجتماعية كل جهة لها أعمال منوطة بها لقيم بها صح في النهاية بتصبق في صالح هدف واحد اللي هو هدف المواطن الواطن والمواطن وتلبية احتياجات المواطن المواطن يعني أنا لازم أنزل لأرض الواقع أشوف إيه احتياجات المواطن جميل إيه هي الأولويات إحتياجات المواطن متعددة بس أنا عندي أولويات ملحة وأولويات ممكن أأجلها وأولويات ممكن أأديها على المدى البعيد جميل فأنا مثلا زي أزمة كورونا أنا دي أولويات ملحة هي بقى أن العلاج يكون متوفر الكمامات الجوانتيات الكفازات الأدوية الخاصة بكورونا أدوية خافض الحرارة الترمومتر كل الحاجات دي لازم تكون متوفرة في جميع الصيدليات طي مش متوفرة فيتامين سي والزنك كان في فترة مش متوفرة في كافة الصيدليات هو للأسف مش مكانش متوفرة كان سحب الكتير من أحياء وكان في بعض هنقول بقى شركات الأدوية احتكرت دي من ضمن الكوارس اللي الواحد يعني بيسأم منها للأسف للأسف فيعني يعني الاحتكار ده على فكرة يعني موجود دايما في الأزمات الصحية وموجود في الأزمات الغذائية طيب إحنا برضو ده نوع من أنواع الفساد جميل اللي لازم إن إحنا نتصدى ليه وعلى فكرة لازم كلنا نكون مؤمنين إن ده فساد علشان كلنا يعني نشير إليه بالبنان وفي نفس الوقت نضع خطة علمية لمواجهة الفساد بشكل كامل جميل واستقصاله من جزوره ما هو حضرت لازم أن يبقى المواطن ما يبقى السلبي لازم أن يكون مواطن إيجابي ما يقولش أنا مالي تمام لأن السلبية بتاعته هي اللي بتخلي الفساد يزيد بالزبط كده وفي نفس الوقت أنا هقول ونماني وجاري هيقول ونماني وجار جاري وهكذا أصبح الفاسد يعني يعني معمم بيتوحش والفاسد بيزيد في فساده تمام ويتوحش بالزبط ما فيش قوة مرجعية لازم يكون في قوة مرجعية رضاعة يعني النهاردة حضرتك حتى في المخالفات المباني أنا كنت بتكلم على فكرة عليها السلح والمباني يعني كان فيه في الفترة الأخيرة يعني مخالفات يعني أنا مش عايدة أقول أرقام بس فعلا أرقامها مهولة المخالفات دي ليه؟ ده نوع كبير من أنواع الفساد أي فلما جه سيادة اللوى مهر عمل رصد على أرض الواقع لأعداد هذه المخالفات بالورقة والألم جميل عندي عمارة كذا وعمارة كذا وعمارة كذا بصراحة أنا أشهد له الحق هو أول ما جهد بدأ في التنفيذ مباشرة جميل ما قالشي أشوف الحي واتعرف على الحي لا هو عمل حاجة اسمها سياسة التفويد والمتابعة جميل يعني أنا فوضت جهات معينة أشخاص معينة وفي نفس الوقت تبعتهم بشكل مباشر وسياسة التنفيذ المباشر هو شخصية اللي هو مهر شخصية أكثر من رائعة لا هو قبل ما يجي الحي هو تعود في كده في طبيعة عمله السابق إنه هو قبل ما بيخش مكان بيتحر عنه بيعرف إيه مشاكله بيعرف إيه الأخطاء اللي موجودة عنده يعني لمجرب بيجي يستلم المكان ما يبقاش غريب عن المكان ودي من أهم صفات القائد المبدع لأن القائد المبدع ما يستناش إنه هو يجي المكان علشان يدرسه مهل سبب واحد المخالفات اللي موجودة تمت على إيد الناس اللي موجودة بالزفر فالناس دي مش هستعد إن أنا أوصل لحاجة بالزفر فلازم أنا اعتمد على أشخاص خارجيين اعتمد على قدراتي اعتمد على الأشياء الثانية إن أنا أوصل لكابة دي المخالفات وسيادته برضو يشتغل على سياسة التنفيذ المباشر يعني ده غلط يعني غلط غلط مفيش حاجة معها يعني نعمل مفاوضات غلط يبقى غلط جميل السلح لما محاضر السلح لما جات هو وفر أماكن ايوة محاضر التصالح وفر أماكن جاهز أماكن واعا واستقبال المواطنين تمام وخصص أماكن للمرأة وكبار السن جميل وأنا بنفسي شوفت الكلام ده حضرتك لسبب يعني عشان ما يقفوش في طهور طويل عريض أكبر حي في كسافة حية عن شمس لأن أكبر حي في مخالفات فعلا مش على مستوى القاهرة بل عن مستوى جهور مصر العربية فعلا كم المخالفات في غير عادية وده فساد طبعا يعني لا يوصل للأسف فعلى فكرة معالجة الفساد ما بيتمش بين يوم وليلة طب هو بنجب الفساد يا دكتورة معالجة الفساد عايز قوة مننا كلنا هو معالجة الفساد أنت سياسة يعني حضرتك بتحبزي سياسة العقاب أفضل أم سياسة التحفيز والدفعية حسب الموقف بمعنى يعني أنا عندي دلوقتي الأستاذ فريد من شوية كان بيقول إن الجمعيات في السابق كانت بتخلط ما بين أدوارها الخيرية والانتخابات فكانت بتتدخل من واقع إن هي يعني بتدعم وبتحفز السياسيين اللي هما في الانتخابات اللي هما بأيدينهم تمام فهو عمل إيه؟ عمل حاجة اسمها سياسة توعوية جميل بناء على القانون هو فاعل القانون اللي موجود فعليا هو القانون كان موجود لكنه كان ليه فاعل واشتغل عليه صح طيب هو دلوقتي لو فيه حد خرق القانون أنا أستخدم معي سياسة الرقفة لا طبعا لا أستخدم معي سياسة العقاب والعقاب الرادع ليه؟ عشان يكون قدوة لغيره لغيره عشان الجمعيات الأخرى ما تعملش نفس الاسلوب السيء اللي تم اتخاذه كمم سليم سياسة بقى السواب والتحفيز دي بقى القائد المبدع في البداية بيتبع السياسة دي جميل يعني أنا ما ينفعش أن أنا أقول لهم أنا هعمل لكم حاجات مش كويسة هعمل لكم سلوكيات رادعة إلا لما اتخذ معاهم الأول سياسة السواب جميل والدفعية سياسة إسارة الدفعية والسواب بتنجز قدر كبير من التطور المستمر بتنجز قدر كبير من تحقيق الرؤية والرسالة خاصة لو أنا عملت لها خطة ممنهجة وتبعتها باستمرار ولحظت كل الموظفين والمرؤسين اللي أنا يعني عاوز أن أنا أكافئهم فعلا قدوة وفعلا أنجزوا بالقدر الرائع جميل سياسة السواب لازم أتخذها بشكل موضوعي جميل والتقييم فيها يكون تقييم موضوعي مش تقييم يعني فلان قريب من قلبي فلان دايما بيجي صبح علي فلان على طول بيستقبلني الحمد لله على السلامة يا رئيس إزاي معالي حضرتك لا وفقا لما تم إنجازه في العمل في العمل مش وفقا للأهواء الشخصية جميل لأن سر تقدم الأمم وسر تقدم الدول النامية الدول المتقدمة إن هي بتعمل بشكل موضوعي مش بشكل محايد يعني مش بشكل إحيازي يعني أنا ما بتجيش بشكل أهواء شخصية تجاه شخص ما أو أحد السيادات هم ما عندهمش عاطفة في العمل ما فيش عاطفة في العمل بالضب أنا يعني من الآخر كده أنا أعرفك من خلال ما تم إنجازه من خلال شغلك جميل مش من خلال شخصيتك وفي نفس الوقت العلاقات الاجتماعية شك والعلاقات الخاصة بالعمل شك آخر ما ينفعش إن أنا أخلط ما بينها جميل القائد الإبداعي لازم يعمل حاجة اسمها لوحة شرف للموظفين جميل يعملها بشكل إسبوعي مش بشكل شهري أو شهري لأ شكل إسبوعي ليه؟ جميل لأن أنا لو عملتها بشكل شهري الشهري فيه تلاتين يوم جميل طيب الموظف هيقعد في الإسبوع الأولاني مش هيشتغل الإسبوع التاني مش هيشتغل هيبدأ يكسب شغله في الإسبوعين التانيين جميل علشان يظهر إن هو أشتغله لأ ما أنا مفروض حاجة إن أنا بجمع محصلة الأيام العمل بالكامل بالضبط لأن إحنا أيام العمل عندنا حضاكش أربع أسامية تامين خمس أيام عمل بأشرين يوم بل فيه ومئة أجازة في الإسبوع بالضبط فيه كمان أنا حاجة عملتها أهداف قريبة المستوى جميل وأهداف قريبة alcanz الأهداف دي إسبوعية يعني أنا جبت الموظف المبدع اشتغلت عليم وقيمته الإسبوع ده أخد مركز أول موظف آخر مبدع أخد مركز أول في الإسبوع الثاني جميل موظف آخر أخد مركز أول في الإسبوع الثالث أكبر آخر أخد مركز أول في الإسبوع الرابع في آخر الشهر أصبح عندي كب موظف أربعة طيب لو انا عملت بقى تقييم للموظفين كلهم اخر الشهر هطلع بكم موظفين هطلع باربعة اللي هما المبتزين وممكن اطلع بواحد يعني انا ممكن الكل ما يشتغلش وهو واحد بقى انا للموضوع كله ان انا عاوزة اطلع باكبر عدد ممكن من المبدعين المنجزين اللي حققوا عمل على ارض الواقع من خلال تحفيز القيام جميل احنا بقى عندنا النقيد ويلاقتي في صورة موجودة معنا يا ريت نقدر نشوفها صورة لا صورة دي لعقار رقم خمسة وعشرين على واحد وعشرين شارع زغلول من طمام باي تحدي صارخ للقانون العمارة دي شايفينا ارضي و13 دور العمارة دي مبنية من اربع سنوات وليها قرارات ازالة لكل الادوار لدرجة ان الجيران المجورين للعمارة خايفين من شكلها تقدموا وعملوا محاضر في اقسام الشرطة نفسي افهم حل صاحب العمارة دون شخصية فوق القانون هل هو يعني هو مين بالزبط ولا هو القانون نفسه والمطلحة من لا المصلحة من فيه مصالح فيه ناس مستفيدة لكن انا نهاردة بوجه كلامي للدكتور حسام فوزي نائب محافظة القهيرة منطقة الشمالية يا دكتور حسام هل العمارة دي فوق القانون يا سادة المحافظ العمارة دي فوق القانون نتمنى يكون فيه رض معانا الحلقة الجاية بالنسبة للعمارة دي العمارة دي يعني لا ممكن تؤدي لكارسة مع دي كارسة لسبب اولا العمارة دي مرخصة ارضي وثلاثة دوار تمام بيت ارضي وثلاثة عشر حالة سادة تستحمل حال دي لو حصل فيها كارسة النهاردة تقنى تخش مطافي واسعاب يعني هنلاقي عدد جرحة وضحايا ويعني انا مش عايزة اقول واموات كتير يعني يكفينا الشرق ويحفظ يا ربي جديد ما كل شيء ممكن وكل ما هنبصي حضرتك احنا نهاردة مش هنقول كنا شر لا احنا دايما عشان ننجح لازما نعد للأسوأ بالذب النهاردة هو القانون قلد ارضي وثلاثة ليه قبل ارضي وثلاثة وهن المباني دي صالحة ام غير صالحة ولازم حضرتك انا منتظرش ان الكارسة تقع لازم اخطط قبل ما المشكلة تيجي انقذ عشان ما يحصلش الكارسة بالذبط يعني فين ادارة الازمات والكوارث فين شغل ادارة الازمات والكوارث ما احنا النهاردة باسأل بقى فين متابعة ادارة المتابعة في حوص القهيرة فين الجهات الرقابية سواء نقول بقى الاموال العامة الرقابة الادارية مباحث المرافق ما دول كلهم دورهم فين المتابعة على ارض الواقع ثانيا الدراسة الامنية الدراسة الامنية بتاعتها معمولة ليه ما تمش تنفيذ الله اعلم كمان في حاجة مهمة حضرتك التقارير اللي بيتم كتابتها هل فعلا بيتم كتاب التقارير طيب ولو فعلا بيتم كتاب التقارير هل فعلا بيتم ارسالها وبيتم ارسالها المين ومين المسؤولين اللي بيستقبل وهل بتفعل وهل بيتخذ فيها قرار وهل بتتحطي في الادراج بص يا بص يا دكتور طول ما عندنا مركزية القرار ما تنتظرش حاجة فعلا بمعنى حضرتك النهاردة لمحافظة القاهرة مثلا على سبيل المثال هو اللي يصدر قرار الازالة طب رئيس الحي يصدر قرار الازالة لان رئيس الحي رئيس جمهورية مهانا سبب واحد وانا عندي 32 حي 32 حي فيه مخالفات بيتبعتوا كلهم على المحافظ هو المحافظ يتفرغ لإصدار قرارات الازالة ما عنده اشغال تانية بالذكر يبقى النهاردة يا رئيس الحي هو اللي يصدر قرارات الازالة يا نائب المحافظ يعني القيرة فيها اربع نواب يبقى كل نائب محافظ مسؤول عن التسأحياء بتقوم وده هيبقى يعني شيء مخالف ومرهق هيبقى هنخف ضغط على المحافظ والمحافظ يقدر يشوف حاجات تانية اكتر بالذبط فيه برضو اقتراح اخر حضرتك يعني اتفضل لك رئيس الحي لو لو تم تكليفه بان هو يشوف الاولويات والاحتياجات والتعديات الموجودة في الحي هو اقدر واحد يعرف ينفذ على ارض الواقع ويعرف ما تم انجازه وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه لا هو بالفعل حضرتك قنوب يدول الحق في حاجات كثيرة جدا تمام ازا المباني المخالفة في البداية في المهند من حق الرئيس الحي يعمل قرار اداري بالفعل بازالتها بالفعل لكن احنا النهاردة بنتكلم عن التصاعد اللي بيحصل دو النهاردة وليه النهاردة الاسم اللي يعمل لتحارياته يعمل لدراسة امنية طب ما في شرطة المرافق اما تقوم بالدور ده مشغلها بالزبط وخف الضغط عن الاسم بالزبط كمين طبعا هو فيه اشياء كثيرة هنتكلم عليها لكن وقت البرنامج للأسف يعني قارب على الانتهاء والحديث مع حضرتك يعني شايك وراء لا ان شاء الله هنستكمل الحديث لان المحليات بيحتاج حلقة كثيرة ان شاء الله فستك جملة اخيرة او رسالة اخيرة توجيها المين وتقول فيها ايه رسالة اخيرة اوجيها لكل مواطن يريد بصدق وباخلاص ان يخدم بلده كيفا لا تستسلم لا تستسلم كم بتكريس كافة كفاءاتك وخبراتك وعلمك ومجهوداتك وعرضها على كافة المسؤولين والقياديين الابداعيين اللي بيعملوا على تحفيز الاخرين بحيث ان انت مسؤول يوم الايامة عن افكارك هل تم تنفيذها على ارض الواقع ولا اصبحت مجرد افكار حبر على ورق لا اكتر ولا اقل طب احنا بنشكرك دكتورة على هذا اللقاء الجميل العفو حبيتك وان شاء الله وان شاء الله في حلقات تانية لستكمل فيها الحديث يا ربي خلي وطبعا في رسالة بوجهها لكل المصريين المحبين لوطنهم احنا داخلناها على انتخابات انزل شارك عشان ما تجيش تقول بعد كده اصلا ده فيه مجلس تفرض علي لا انت اللي هتقدر تجيب المجلس وانت اللي هتختار النواب بتوعك انت صاحب القرار محدش بيفضل لكن سلبيتك وعدم نزولك هيجي النائب اللي انت مش عايزه وهيتفرض عليك مش شهر ولا اثنين انت خمس سنين تعالى انزل وشارك واد صوتك للي انت مقتنع بيه وارضي ربنا لان دي بتعتبر امانة ليك والاولادك والاخواتك والبلدة كلها خمس سنين في عمرنا مش شوية مش ضمنين هنبقى موجودين ولا لا فلازم ان يتق الله ومن يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة